اي منشئ محتوى بيحقق ارباح من الولايات المتحدة الامريكية بيتم تحصيل منه الضرائب ونسبة مقوية بتختلف من معاهدة لمعاهدة ومن دولة لدولة الموضوع المراضي مختلف ليه مختلف؟ لان دمت اضافة مجموعة من الدول اكتر من دولة حيتم اقتطاع الارباح من منشئ المحتوى بس لسه مش عارفين النسبة ومش عارفين جوجل حيطبقها ازاي طيب انا لما سألت الدعم الفني الخاص باليوتيوب قال لي لقد قمت بمراجعة الامر ولا يوجد رابط حول الضرائب بهذه الدول ويمكنك مراجعة هذا الرابط للاسئلة الشقعة الخاصة بارسال المعلومات الضرائبية في الولايات المتحدة الامريكية لكن انا كان سؤالي على مجموعة اخرى من الدول بناء على اي اساس وليسا قلت الموضوع ده بالذات يا يوسف هقولك ليه امبارح وانا بشرح المنطقة الجغرافية ما كانش فيه حد باللون الزرق غير الولايات المتحدة الامريكية لكن النهاردة اولا برح بالليل تمت اضافة مجموعة من الدول باللون الزرق فبالتالي يدل ان فيه انه لسا مش عارفين الدنيا ماشية ازاي وحيتم اكتفاعها لأي اساس وهل الجوجل هي اللي هتمسك الموضوع ولا ايه الدنيا الدول دي المانيا اسبانيا كندا المملكة المتحدة الهند ويه لو جينا عملنا اضافة ارباحك كده وبسيت انزل تحت انزل تحت انزل تحت كوريا البرازيل الهند تم اضافاتهم باللون الازرق ماذا يعني هذا هذا يعني ان الاول لما تكلمنا عن امريكا كان لونها زي لون مجموعة من الدول الاخرى لكن لما اول ما حققوا او ارسلوا الضرائب عملوها باللون الازرق فبالتالي الموضوع في انه والانه دي لنا ولا انت حنعرفها غير لما يتم اعلانها من طريق جوجل لكن انا حبيت اكون سابق للموضوع على فكرة والله العظيم انا بكلمك علشان تكون متقبل للموضوع ولا مشاكل ولا بجرى وراء حوارات ولا بجرى وراء حاجة من حاجات دي لا انا كلمت جوجل وشفت ان في مشكلة عندي والراجل قال لي ما فيش اي مشكلة لكن انا ما شايف ان في مشكلة وشايف ان سيتم تطبيق الضرائب على منشئ المحتوى اللي بحصل ضرائب من المانيا من الولايات المتحدة الامريكية من اسبانيا من المملكة المتحدة من كندا من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند فبالتالي حضرتك لازم تكون اول شخص عارف لانك متابع المتعحد فكرة ولو انت متابع المتعحد فكرة لازم تكون عارف ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نزلك اول واحد عن الاخبار دي ربنا يوفقنا يوفقكو لازم تكون عارفين ان يوم 16 عشرة لما تم تحقيق 114 دولار فيه هنا قدام حضرتك الولايات المتحدة الامريكية ولما اتكلمت مع محمد قال لي والله ما في بي ان لما جاءنا شفتنا بقى الاحصيات لانا واللات المتحدة الامريكية لونها اخضر محمد عاش في الوقت المتحدة الامريكية وبتكلم مصري لا ممكن يكون عاش في الوقت المتحدة الامريكية طب هو المانيا ايه لا تم تحقيقه طب هو مصر ايه محمد على اموم خدوا بالكم البي بي ان البي بي ان ممكن يكون سبب في اغلاق قناتك بالتوفيق جدا لجميع ربنا ينسرها ووفقنا ومش عارفين احنا شايفين ايه هل الدراب دي ممكن تساعد نظر انها تاخد قطوة ايجابية اكتر في الموضوع الدراب فيها ولا لا؟ ربنا نسترها حبيت اكون اول واحد من كلمكم في الموضوع والله ما بجري ورا مشاكل بس لازم اعرفكم شكرا جدا لكم